كابتن خلينا نستعبد معك بقى المجموعة وتقولينا مجموعة مجموعة كابتن هتلعب فين وهما كم مجموعة كده يعني نبتدي مع وحداتك هما ثمن مجميع تمام يا كابتن كويس الثمن مجميع دول كل مجموعة أربعة النظام اللعبة هتلاقى بدوري من دور واحد كويس يوم أو يوم لقى بيلعبه متشاط والرابع هو اللي بيروح لكاس الرئيس والتلاتة الأولين بيخشوا مع أربع مجموعات كل مجموعة ستة كويس يلعبه يطلع الأول والتاني الأول والتاني الأول والتاني الأول والتاني اللي لعبه مع بعض دور التماني كويس اللي يخسر بيطلع يلعبه دور الأربعة يعني يلعب أول وتاني وتالت ورابع كويس بعد التالت والرابع مفيش مباريات يعني من الخامس للتلاتة وعشرين أو للأربعة وعشرين ده بالنتايج بتاعتهم اللي في وسط اللي بتاعك يعني مش هلعبه عشان يعني خلاص يعني بتاعي اللي بتبقى عشان يوفق لو لعبت هتلعب تخلص في شهر ونص زي وبعدين هم محترفين خلي بالك يعني أوروبا كلها محترفة وكمان عشان الظروف اللي احنا فيها عايز تضغط الدنيا بره هي مضغوطة بالأول يعني هو الماتشات دي مضغوطة بالأول لكن انت كان زمان بتاع بالتلاتاشر والاربعتاشر والخامس والسادس كده يا كان على التامن والتاسع واخدنا التامن في مرة لا سور التاسع والعاشر والحداشر والتناشر حاجة زي كده الدول مش اللي دي مش اللي فاتت لقبليها واحد اطلقنا الرابع انا انا بتكلم على اللي قبليها مش اللي فاتت دي اعنا تبتها دي ولعبت في بطولة الشباب خامس وسادس في الارجنتين تمام وطبعا لعبنا اول وتاني في مصر انا متخب كبير اه من متخب كبير طيب دلوقتي المجموعة الاولى اللي هي بتلاعب في 6 اكتوبر فيها المانيا والمجر وأرجوي والرسل اغدر المجموعة التانية اللي هي بيه في العاصمة الادارية اسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا تمام المجموعة التالتة في برج العرب كرواتيا وقطر واليابان وانجولا المجموعة الرابعة الدنمارك والارجنتين والبحرين والكونغو دي في الاستاد دول المجموعة دي في الاستاد يبقى استنى بقى يبقى المجموعة الرابعة دي يا كابت اللي هتلعب معنا اه اللي هتلعب معك ازاي يعني هتلعب معنا على الاستاد اه بتلعب في الاستاد كل اه المجموعة السبعة والربعة في الاستاد تمام يعني أنا بسأل سؤال ليه؟ أنا هقف عند المجموعة الرابعة معلش يا جماعة هتقولي المجموعة الرابعة تاني لأن إحنا هنرجع نلعب التلات فرق الأوائل فيهم لا هتزايا كبتل سأقولك بقى إنت هتلعب مع المجموعة أتش اللي هي المجموعة التامنة إيه ده؟ شوفت بقى؟ مش هتلعب تاني يا واحدة باشت حرفت منك كده صلا لذلك انا كبتل أنا المجموعة التامنة انا مجموعة السبعة. ايوة تلعب مع التامي. تبقى لعب على استاد. الرابعة هتلعب اقول لك. الرابعة هتلعب مع سين مع مع تلاتة. يعني يبقى الرابعة مش فلستاد بقى كابتل? فلستاد. يبقى كده في مجموعتين. مجموعتين? ايوة الدنمارك ومصر. يعني انت مش هرد على الفرقة اللي معاه في الصالة. لا لا لا. ايوة كده. ايوة كده طبعا بالموضوع. احنا عشان بتبعد عن الدنمارك. بس صحيح له بس ما كده حلو. يبقى انا هلعب? يبقى انا ماشي كمل استعرض المجموعة الخمسة وهجل حضرتك بقى. اقول لك بقى من الاول خالص على اساس ان المجموعة الاولى هتلعب المجموعة التانية. تمام. لما في الراوند الاولاني بيلعبوا بعض. بيلعبوا بعض. تمام. اللي هما ايه المانيا والمجر والمجر والرسل اغدر بيطلع منهم تلاتة يلعبوا تلاتة برضو اللي هما من اسبانيا وتونس وبرازيل بولندا. اللي هما في العاصمة الادرية. دول في العاصمة الادرية. سيجي بقى المجموعة التالتة اللي احنا قلنا عليها دي في برج العرب. لها سي. كرواتيا وقطر واليابان وانجولا. اه. بعد الراوند الاولية هتلعب المجموعة الرابعة. تمام. لها الدنمارك والارجنتين والبحرين والكونغو. فين بقى كابتن دول? دول بقى هيلعبوا فين? هيلعبوا في الاستاد لو الدنمارك طلقت الاولى. عشان يجولها. هيجولها اه. عليك يا كابتن. يبقى الاول ما بيسيبش سلطه. ما بيسيبش سلطه قاعد. فانت عشان كده انا عايزك سابل ثلاث باطشات. عشان اقعد في الاستاد برضو. بس انا كان امل ان يبقى فيه جومور زي بتاع اه. لانه لينا فيزة كبيرة اوي. ها. يعني كده بس الدنمارك الدنمارك وارد تاخد اول. طبعا. ها. فالدنمارك واخد هتاخد اول عايزين هتاخد اول عشان ما تابلناش غير في السمي فايلة. اه. لو ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. طب كابتن خليل خش المجموعة الخمسة وستة. المجموعة الخمسة بقى اللي هي الاي في ستة اكتوبر النرويج والنمسا وفرنسا وامريكا. تمام. والمجموعة الستة اللي هي البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب دول في العاصمة الادارية. تمام. دول بينضموا البعض برضو دول بيعابوا ضد بعض. تمام. المجموعة السبعة اللي هي مصر اللي هي جي في والمجموعة التامنة اللي هي سولفينيا وبيلا روسيا وكوريا وروسيا سولفينيا وبيلا روسيا وكوريا الجنوبية وروسيا في برج العرب دول بيلعبوا بعض لو انت طلقت الاول الفرقة دي هتجيلك الفرقة دول هتلاتة دول هيجولك هيجولك انت فاحنا لازم نكسب سويد ان شاء الله سويد شيك طب خلينا كابتن يعني اقول لحدك طب واتفر في ايا كم ملعب احنا جوا مصر مفيش مشكلة خالص